اتمنى ان يكون انفراضا لاخر النهار النهار دا عرفت ان الملك سلمان خدم الحرمين الشريفين حدد عشر نقاط اذا التزمت بهم قطر يا اهلا وسهلا خلال 24 ساعة على ان يكون هناك اللقاء غدا في جدة بحضور قطر اذا لم تلتزم فكل شيء كما هو والقادم اسوأ طيب من النقاط العشر اللي انا مش عارفهم كلهم ايه واحد قطع العلاقات الدبلوماسية مع ايران فورا اتنين طرد جميع اعضاء حركة حماس وتجميد حساباتهم البنكية وحظر التعامل معهم ثلاثة اقاف بث قناة الجزيرة فورا اربعة الاعتذار الرسمي لجميع الحكومات الخليجية عن ما بدر من اساءات من قناة الجزيرة خمسة تعهد الدوحة بعدم ممارسة اي دور سياسي ينافي ويتعارض مع سياسات دول الخليج المتوحدة ستة ان تلتزم الدوحة بمثاق العهد الذي يوقع عام 2014 بعد الملك الراحل عبدالله ابن عبدالعزيز رحمه الله طيب هي كانت ايه المطالبات اللي تقالت بنود اتفاقية الرياض عشان طبعا انتم بتسمعوني بتقولولي تب فين مصر هي دول الخليج شافت حددت الحاجات بتاعتها وحتاخد اعتذار ومصر مفيش لأ بنود اتفاقية الرياض كان فيها جزء كبير خاص بمصر اللي هم قالوا لابد من تنفيذها اللي وقع عليها تميم ما كانش بيوقع عليها تميم ولما يموت عبدالله الملك عبدالله يبقى خلاص جي سلمان فتبقى خلاص قالوا له لازم تلتزم بيها اللي هي كانت بتقول ايه كانت بتقول التوقف عن التدخل في شؤون دول الخليج الداخلية عدم تجنيس اي مواطن من دول مجلس التعاون ابعاد الاخوان المسلمين المطلوبين من اراضيها وقف التحريط في الاعلام القطري التوقف عن التحريط ضد مصر عدم السماح لرموز دينية في قطر باستخدام منابر المساجد ووسائل الاعلام القطرية في الهجوم على دول مجلس التعاون الخليجي ده اللي لازم يرجعوا يلتزموا بيه تاني حقولهم تاني فيه ست نقاط من عشر نقاط انا بقدمهم لحضراتكم كمعلومات حملها الامير دولة الكويت الشقيقة